السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا احباتي في الله معكم خلصنا المدود هننزل بقى بالتدريبات من القرآن الكريم عشان نتضرب اكتر وباذن الله هستزر منكم تعليقات باي سؤال عاوزيني اجابة عليه انازلكو ايه اجابة عليه فيديو باذن الله تعالى طيب لو سألتك في هذه الكلمتين طبعا اول ما اقولك حكم المادة بقانيكي على حروف المادة الاول اطلعها وبعد كده اشوف اه اني نوع من انواع المادة اول حاجة عندك الالف الصغيرة تاني حاجة عندك اليا يبقى كده حرفين مادة في كلمائي وحده تالت حاجة عندك الايه الاف هي رابع حاجة اليا يبقى هنا الف ويا وهنا الف ويا يعني اربع حروف مادة هنا طب انواع المادة بقى ايه تعالى نشوف الاول ادي الالف الصغيرة الالف الصغيرة ما جاش بعدها همزة ولا ايه ولا سكون يبقى ده مادة طبيعي حركتين يا باني اي يا ده ايه حركتين طيب عندك الياء هنا جايالك في كلمة والهمزة في ايه اول الكلمة التي تليها يبقى تكلمنا عن المادة ده وقلنا نوع ايه ده نوع مادة منفصل مادة منفصل ايه احنا قولنا الانفصال حكمه ايه جائز ايه اتنين اربعة خمسة وبتخذي والتوسط لهم اربعة حركات يبقى يا باني ده تكم حركة اربعة طيب النوع السالس اللي هو الحرف السالس اللي هو الالف اوسع عليه جي بعده ايه جي بعده همزة خلاص طيب في كلمة ولا في كلمتين جنب في كلمة واحدة يبدأ اسمه مادة ايه مادة متصل حكمه ايه واجب اربعة خمسة او ستة حركات لو كاتل همزة متضرف يبقى اربعة وخمسة هنقض بالتوسط اربعة حركات عند حفظ يبقى نمدي كم حركة اربعة اسرائي يبقى مادة كام اربعة حركات طيب الي انا قلت ان الهمزة اوسل اللي قابلها هي جاية سبب قابلها ايه همز الهمزة دي مكسورة يعني كل همز ممدود يعني ده اسمه مادة بدل حد البدل بندله كم حركة بندله حركتين في الوصل يعني هتقولي ايه يا بني اسرائيل اذكروا فدت ايه حركتين يبدا مادة بدل حركتين وصل طيب نفترض ان انا عايزة اقف على اسرائيل طيب اه هنا بقى الياء هنا هتبقى ايه وقعت بين سببين يبقى الحرف المادة ده وقع بين سببين اللي هو الهمزة قبليه واللام لو افتع لها سكنته يبقى ترمى حرف مادة واحد وقع بين سببين يعني بين السببين اللي هو الهمزة والسكون اللي هو السكون العورد يبقى ساعتها يبقى ايه هناخد بالاقوى الاقوى اللي هو العورد من الاقوى الاثنين ولا اللي فيهم اربعة طبعا الاقوى اللي هو العورد فعند الوقف هنا هيبقى ايه? هنهم البدل اللي هو الحركتين. وهندي الياء هنا كم حركة? اربع حركات. اللي هو اتنين اربعة ستة للمد العارض. وهنقولها ازاي وقفا? ياباني اسرائيل. يبقى مدت هنا الياء كم حركة? مدتها اربع حركات. وخطب العارض اللي هو اتنين اربعة ستة. اللي هو بالتوسط اربعة حركات عند حافز عشان انا وقفت عليها. وخطب الاقوى اللي هو ايه? العارض. اما واصلا بقت بدل. خلاص كده. اه اللي مش شافش الفيديوهات اسم لكم الرابط في صندوق الوصف. وياريت اي سؤال اكتبوه لي في التعليقات هنزلكم ان شاء الله بفيديو للشق. خذاكم هنا خيرا. والسلام عليكم وحتى الله وبركاته.